سنقرأ من 29 لبداية شهر سبعة سنقرأ للبرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة من أهم صفاته أنه شخص روحاني بالفطرة لديه حاسسات قوية جدا قادر من خلالها توقعوا الأحداث القادمة والتنبؤ في الخطر قبل حدوثه أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج الحوت الرجال من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجديد على القناة ما ينسوننا بالاشتراك مهم جدا أن يفعلوا زر الجرس لكي نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى للتواصل على طريق الواتساب تلاقي رقم الواتساب بتحديث في الفيديو بصدوق الوصف مرات أبطبه في التعليقات يا رأي أصدقائي كيف الأحداث القادمة إن شاء الله ستكون فترة مميزة ورائعة جدا ومليئة بالفرص الاستثنائية حاول استغلها وإذفع بصالحك إلى الأمام شو معنى في كلبة فرصة يا أصدقائي الفرصة هي عبارة عن وقت قصير يا بتلحقها يا راحة عليك وخصوصا إن يبدأ السبلك الحظ في الأمور السفر في أشخاص عندهم طوالة معينة سيحظوا بفرص مجال السفر ستغير حياتهم في الكامل اجتماعيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى تشتد الخلافات بينك وبين الحبيب بخصوص شخص يزرع الفتنة بيناتك هذا الشخص كالثعبان بحياتك أمامك ويحسسك إنه كالملاك وأحسن الأشخاص إلك بس تلب فجهك ما راح يتردد تشويه سمعتك أمام الحبيب ويشويه سمعة الحبيب أمامك فتشعر إنه ممكن يكون عند الحبيب في عنده علاقة ثلاثية وخصوصا إنه تغير بالقاون الأخيرة اتجاهك هذا الموضوع راح خليك تفكر بهذه العلاقة من أول وجديد بينك تلغيها ولا تكمل فيها راح تستعين بعض الأصدقاء اللي بنحاولك تطلب منهم المساعدة وينصحوك بهذا الموضوع ولكن ما راح يقدمو لك النصيحة الصحيحة تخليك توقف نهائي بعدها ما راح تتردد إنك تواجه الحبيب وخصوصا في اللقاء بينك وبينه كل هذه المشاعر التي تراودك وستستخدم طريقتك اللي هي القراءة ما بين السطور كان فيها القراءة ما بين السطور أنت يا صديقي برج الحوت قادر من كلمة واحدة تعرف ماذا يدور برأس الشخص اللي أمامك بهاي الطريقة بتقدر تتجاوب على العديد من الأسئلة التي تشغل بالك من ناحية أخرى تزداد عليكم أعباء الحياة من النفقات والمصاريف اليومية والشهرية ستحاول ضبط ميزانيتك من أول وجديد وهدفك أن يكون نتقلل من هذه النفقات والمصاريف وستنجح بهذه الإدارة ستقلل العديد من النفقات والمصاريف اللي كانوا مائلها داعي من الأساس ستحصل على مبلغ مادي جيد جدا يعود كعمل قديم كأتعاب أو كورثة وأنت بحاجة لهذا المبلغ لأنه في شوية ديون عليك حاب أنك تسددها أو حاب أنك تشتري شغلة غالية الثمن أما القائمون على عملهم هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين رؤسائك في العمل بسبب أحد الزملاء اللي ينظر إليك نظرة الغيرة والحسد وهدفه أنه يخليك تبطل من شغلك على من قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق لو الرزق على العبد كان زمن إن قطع بس الرزق عرب العالمين الله يرزقك كمان وكمان لأنك تستحق يا مولود برج الحوت عطيبة قلبك وحسوم عملتك مع الآخرين سدارك الأمور مع رشائك في العمل وتعود الأمور لما جريها مثل ما كانت في السابق ما فيها أي مشاكل أو أي خلافات ورح تصير جاهز للمرحلة القادمة وخصوصا لأشخاص المقبلين على ترقية أو منصب جديد فالحض أيضا سيدعمك بهذا المجال ألف ألف مبروك من مولود برج الحوت أما الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل جديدة هناك بعض الفرص الرائعة جدا تنتظر مولود برج الحوت ومن أهم هذه الفرص في الأمور السفر لأنك تشعر أنك بالدولة التي قائم عليها لا تستطيع تحقق أهدافك وطموحاتك التي تسبو إليها فهذا الموضوع ستركز على مجال السفر ورح تحكي للأصحاب الذين نحاولك على مواقع التواصل من الدول المجاورة وتطلب منهم يبحثون لك عن فرصة العمل يا صديقي ولكن الكل رح يحكي لك رح نبحث لك بس كله حكي ما حد رح يبحث لك عن جد ويسعى لك بهذا الموضوع تقدر تعزز فرصة السفر عندك طريقة إنك على مواقع المواقع التواصل أو على الإنترنت عن طريق الشركات اللي بتطلب موظفين أو عمال وإن شاء الله ما رح تطول وراح تلاقي عمل رائع جدا يعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد أما في الأمور الصحية لقد تجاوزتم فترة كانت صعبة عليك وفي الأمور الصحية ولكن تبدو الصحة جيدة بالوقت الحالي وخصوصا إنك خليت أمورك الصحية هي أهم أولوياتك أما في أشخاص مش كل موليد برج الحوت عندهم طوالة معينة سيتعرضوا بعض الأعراض الغير الاعتيادية مثل آلام بالقدم اليمنى وأيضا صداع في الرأس وآلام في الخاسرة اللي بلاحظة هؤلاء الأعراض عندهم ما يتردد إنه يذهب للطبيب ويعمل فحوصات اللازمة ويتطمن على نفسه إنه دائما يا أصدقائي كل شي بتعالج بخلص وبروح والما بتعالج بالثاقم وبزيد الله يقديم عليك الصحة والعافية دائما أما الأشخاص اللي عندهم امتحانات داخلية أو خارجية أو مطالعة هناك بعض التراجع عندك مولود برج الحوت بالآولة الأخيرة بسبب الزملاء اللي من حولك اللي بحاوله تضيع وقتك الثمين في الأمور الترفيهية كالتالي بيظل عندك وقت ما بيظل عندك وقت للدراسة هذا الموضوع رجعك إلى الوراء حاول قد المستطاع أنك تعيد ترمجت أمورك وتحدد وقت وقت يعني تطوير شوي علشان تقدر تستعيد اللي راح منك والقادم وإن شاء الله الفترة القادمة ستنجح وتتفوق على جميع الأشخاص اللي من حولك تكثرون أيضا من السفرات القصيرة والتنقلات بين المدن سيكون أغلبها أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه حاولك تكون أكثر وعيا في الطرقات المفتوحة إذا كنت سيرا للأقدام أو في مراكبكم الخاصة لأن يا أصدقائي الحادث عبارة عن ثاني واحدة ممكن يصير أنت في أفكار كثيرة جدا تدور في رأسك هذه الأفكار بتسبب لك أنك تسرح أو يصيبك شردان في التهن وزي ما حكيت لك ثاني واحدة ممكن يصير الحادث سمح الله والله يبيض عنك كل مكروه فبتمنى من الجميع أن يردوا عليه بهذه النصيحة وينتبهوا في الطرقات المفتوحة ستمضي بعض الأوقات الرائعة جدا أنت والأصدقاء وخصوصا ستنسقوا الذهب لريحة الترفيهية في المناظر الطبيعية وأنت بالمناطق هاي بتستعيد طاقتك الروحانية وحدسك القوي واستأتيك الهامات رائعة جدا ستكون قادر من خلالها حل العديد من المشاكل المعلقة أما المتزوجون ستنجح أنك تنهي كل الخلافات اللي كانت بينك وبين الشريك وستبدأوا بداية جديدة تكون انطلاق الريعة وبصالح العائلة إلى الأمام وتزداد شطاتكم الاجتماعية مثل زيادة الأقارب والأصدقاء وأيضا الأصدقاء اللي بعاد عنك مثل يعني البلدان البعيدة هذا المنظوع سيخلي كثير من الأشخاص بحبولك الخير واستكون بهذه المناسبات بقمة الجمال والأناقة طريقتك مميزة جدا وخصوصا أنه عناك فيهم بريق كالسحر قادر من خلالهم كسب القلوب الأشخاص اللي حولك الله يحبب الناس فيك أنت تستحق أمولود برج القوس عفوا الحوت على طيبة قلبك وحسن معاملتك مع الآخرين لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل ثلاثين قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر لما يحالف الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ ونكون حدي الرابحين معي فهذه القراءة أما الأشخاص يترح معي قراءة خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا وقعات الأشهر القادمة بإذن الله وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة أو متعرض للحسد أو السحر أو الأعمال الصفية اللي تناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي بتشكركم من كل قلبي يا أصدقائي على التعليقات اللي تكتبوني إياها تحت أسفل الفيديو هذه التعليقات تبدي بالطاقة الإيجابية وبتخليني دائما مصر أني ما أبخل عليك بأي معلومة بعرفها يا مولود برج الحوت كل الحب والتقدير وإن شاء الله القادم أفضل وأفضل موسيقى